البطاقة التموينية لموظفي الدولة لم يسبق للعاملين في المؤسسات المدنية والعسكرية أن سمعوا بهذا المصطلح أو عاشوا تفاصيله إنه واحد من المفردات والأنشطة التي تجلبها الحروب والأنظمة الدكتاتورية وينتهزها تجار تفرضهم القوة أثناء الأزمات وفي مراحل نادرة ظهرت هذه التسمية جالبة معها نتائج كارثية لقد استغرقت ميليشيا الحوثي ومؤيدوها ممن يديرون ملف الاقتصاد في صنعاء وقتا طويلا للوصول إلى هذه الخطوة وهي الآن تأثر على مخرج يقضي على ما تبقى من آمال الموظفين بالحصول على معاشاتهم فبدل الرواتب سيحصل الموظفون على بطائق تمكنهم من الفوز بالقليل من القمح والزيت والأرز وسيكون عليهم عدم السؤال عن رواتبهم ومستحقاتهم التي يتم تحويلها إلى بطائق تموين ببعض الموادية متحديدها كضرورية ويعد خبراء الاقتصاد هذه الخطوة التي أعلنتها وزارة الصناعة بصنعاء كارثة حقيقية ستعلي من شأن تجار جدد صنعتهم الحرب وستخلق قناة تصريف جيد لبضائع رديئة ومكدسة من قبل كما ستتمكن الميليشيا من حرمان كل من يعارضها من الحصول على حقه في الغذاء وتعيد الناس إلى ما تحرروا منه سابقا حين كان عمل السخرة سائدا وثار عليه الملايين حول الأرض أعلم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة